طيب ماشي أجيري بعد المباراة خفير أجيري المديل الفني لريال مايوركا بعد ما فاز على ريال على ريال مادريد قال انه ريال مايوركا ما قدمش مباراة مسارية خد بالك خد بالك بس من الكلمتين اللي قالهم خفير أجيري بعد المباراة عشان دول رشدته للنادي الأهلي كيف يتعامل مع ريال مادريد لعله عسى النادي الأهلي يعمل زي ريال مايوركا ويفوز على ريال مادريد طيب خفير أجيري المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر الوطني المدير الفني الحالي ريال مايوركا قال ان مايوركا ما قدمش مباراة مثالية أبدا وقال ان احنا كسبنا بهدف نظيف لكن ما كانش الفوز مثالي عشان احنا عملنا أخطاء تكتكية فيما يقرب من ثلاث كرات أو ثلاث مواقف خلال المباراة لكن جرعة الحظ تكفلت بالحصول على النقاط الأساسي يعني احنا كسبنا بالحظ مش عيب الحظ يعني يأتي للمجتهد لما تلعب مع ريال مادريد محتاج كثير من الحظ قال قدمنا مباراة جيدة جدا من الناحية الدفاعية مع فرص هجومية نادرة على مرمى ريال مادريد وقال انه من شبه المستحيل ان ينجح اي فريق اي فريق انه يقدم مباراة مثالية ضد ريال مادريد من الناحيتين الهجومية والدفاعية لذا ممكن يكون كافي انك تدافع جيدا مع القليل من الفرص المحققة تركز اسمه عجيري قالك ايه قالك لما تلعب مع ريال مادريد ما ينفعش ما قالش ما ينفعش قال من المستحيل انك تعمل اداء دفاعي جيد واداء هجومي جيد فانت تختار فالدفاع جيد وتعمل يعني شوية فرص حتى لو قليلة حتى لو فرص نادرة عشان ده ريال مادريد افضل فريق في العالم وقال انه يتعين على اي فريق يبحث عن الفوز امام ريال مادريد تضييق المساحات وانك تخليهم ما يعرفوش يبقوا مرتاحين ما تخلوهمش يفكروا عشان هما ريال مادريد لو سبتوهم وقالك يا ناصر لو سبتوهم على قيد الحياة يقدروا يعودوا في اي لحظة طيب اجيري شرح ازاي اللاعب بتاعه لاعب ريال مايوركا مافيو وقف جونيور فينيسيوس او فينيسيوس جونيور لاعب ريال مادريد وقال انها طلبت من مافيو ما اطلبه منه في كل مرة لا اكثر او اقل وقال اعتقد انه كان جيد جدا عشان حصل على الدعم الدفاعي من زملائه في الخط الخلف يعني ايه احنا نترجم عندنا على طول يعني لما نقول للمحمد هاني اعمل مباراة حلوة قدام فينيسيوس فهو محمد هاني مش هيعمل مباراة الوحده حلوة قدام فينيسيوس محتاج شغل فني وقتكتيك من مارسي الكولر ازاي السنتر باك اللي جنب محمد هاني يساعده اللي هو بيبقى محمود متولي ازاي لعاب الوسط المدافعين أليو ديانج وحمد فتح وعمل السلاء يساعده محمد هاني بس انت هتسين محمد هاني واحد ضد واحد قدام فينيسيوس هيبقى عنده مشكلة ما سبتوش لوحده هيطلع نجم المباراة حلوة روشيتة بتاعت ايجيل دي حلوة هو اي نعم كلام اكيد مارسي الكولر فهمه كويس وعارفه كويس بس هو بالنسبة لنا يدينا الامل او التفكير ازاي تلعب مع ريال مدريد ملخص اللي قاله اجيري تانش اجيري المدير فني لريال مايوركا اللي فاز اليوم على ريال مدريد في الدولة الاسبانية بهدف دون اراد قالك احنا ما عملناش مباراة مثالية كان عندنا بعض الاخطاء التكتيكية وقالك انه ما فيش اي فريق في العالم وقالك من المستحيل ان اي فريق في العالم يقدر يعمل مباراة مثالية قدام ريال مدريد يتدافع يتهاجم احنا النهاردة على ريال مايوركا دفعنا جيدا وكلنا بعض الفرص القليلة قال انه ريال مدريد عشان تلعبه لازم تقفل كل المساحات تخنق الفرقة تخنقها ما تخلهمش يفكروا عشان لو خلتهم يفكروا ويعرفوا يدوروا اللعب هيقدروا يوصلوا للمرمى بتاعك بكل سهولة لما اتكلم على الزهير الايمن بتاعه مافيو قال انه اجاد النهاردة قدام فينيسوس جونيور افضل لعبي ريال مدريد في غياب كريم بن زيمة قال ده حصل عشان كان عنده مساندة من المدافعين ما كانش بيشتغل مع فينيسوس لوحده هو ظهر بشكل كويس عشان المدافعين كمان كانوا بيساعدوه حلوة حلوة رشد حلوة رشد طيب